يسعد أودكن أعزائي جميعاً وأهلا وسهلا فيكن بكورس جديد هيدا الكورس هو ريفيد ستركترال موديلينج وحيكون فريه على يوتيوب بهايدا الكورس حنامل موديلينج لفور ستوري برايبيت فيلا The structural elements include columns, walls, beams, solid slabs, ribbed slabs وبالنسبة للfoundation عنه isolated and wall footings We will learn also how to prepare the analytical model and export it to structural design software اللي هو هيكون ETABS هلا ها امروا على project اللي بدنا نعمله موديلينج هيدا هي الفيلا اللي هنشتغل عليها في عنا basement, ground floor, first floor لو الroof وroof top عنا هيدول architectural plans وهيدول structural slab plans بالباسمنت متل ما ملاحظين عنا هايكون مردوم من جهة واحدة متل ما شايفين soiled filled all back side only وعنا هون basement retaining wall فكناس اللي هو 25 سنتيمتر عنا كل الكولومز هيدول اللي على الاكستيريور edge حيكونه 30 بستين سنتيمتر وعنا هيدول 6 كولومز هايكونه 20 بستين حسب ال wall architectural wall اللي معمول هون على ال edge هانه wall thickness 30 سنتيمتر وهون 20 فهيدي ال basement floor plan اللي سلاب اللي على حتكون solid slab without beams with thickness اللي على 24 سنتيمتر with elevation 3.5 متر so هايدي ال slab plan ground floor منلاحظ انه عم تنصغر المسيحة اللي الى سقف بينما هايدي المسيحة between grade C and D هتكون تراس سوية ما الى slab يعني structural plan لهيدا الفلور هتكون بهيدا الشكل السلاب واصل عند grade C لان التراس بين grade C و D هيكون without slab مكشوف يعني وهيدا السلاب هنعمله solid slab with beams thickness اللي على 20 سنتيمتر 6.8 متر عنا drop beams على هال 2 edges 30x60 drop beams 20x60 هون و in x direction عنا beams embedded beams 20 thickness اللي لهم يعني متل السلاب و width 60 sound 3 beams من بعد عنا الروف او first floor plan كمان منلاحظ انه زغرة المسيحة المسقوفة اكتر وعنا تراس بين grade C و grade B So هال column الموجودين عنا بس لانه عدول column ما لهم يدعي يكفه وهيدي structure على plan للسلاب لإلى هتكون ribbed slab 24 سنتيمتر elevation لإلى 10.10 متر متل ما شيفين ribs in x direction محمولين على drop beams هون عنا DB 30x60 على 2 exterior edges وعنا هون 20x60 beams وعنا in x direction كمان double ribs ستكون اكيد thickness الإلى مثل السلاب و width 47 سنتيمتر وهون كمان نفس الشي double rib 24i 47 طبعا عنا الroof top اللي هو طابق الدرج عنا 4 columns حيكفونا الroof top و structure لها السلاب كمان ستكون ribbed slab in x direction والribs سيكونوا محمولين على drop beams 20x60 وعنا اكيد double ribs كمان 24x47 سمتيمتر المما اشتب دين عنا التحليم يتجب المما المما مما أحنا الroof نصر the the وردي بلوكس البرتم 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 الرب 0.15 يعني 15 سنتيمتر لذا 15 و42 ستكون 65 distance from center to center. إسفة 57 and 42-57 الـ Clear Spacing Center to Center Spacing Between Ribs انا مغير بالـ Type للـ Slab كمالنا نتعلم كل الـ Types كيف نعملهم بـ Modeling بالـ Revit ID Solid Without Beams ID Solid With Beams Between All Supports ID Ribs Lab وهي دي كمان بتمنى هالكورس والكورس اللي نشرتم قبل هن E-Tabs and Save و As Concrete يكون فيهم إفادة لكم وإذا عم تستفيدوا بتمنى عليكم تعملوا وسبسكراب للشانل كرمال نزل كورسز تانية كمان يعطيكم العافية جميعاً